المسيح قال لا يقدر أحد أن يخدم سيدين هذا السيد سيد المال قاسي جدا لأنه الشيطان مراوغ ويغوى الكثيرين مش مشكلة بدخل الديانة من الناس اليوم تتأثر في الدين بدخل الدين في الموضوع وخلاص حلناها حلنا الإشكال طب عن المثال يعني خد الأمثلة من الخلفاء للحكام لكله اللي كلها اغتيلت وكلها بسبب مطامع ودولة على دولة وقوة على قوة طب ليه طب أعطيني مثل صحيح أنا عشان أمشي فيه وهل يعقل أنا إذا يعني آمنت بالإسلام وبعدين أنا شفت أنه فيه إشي أهم أو أفضل لإلي من خلال رسالة المسيح أنا مهدد أنه ممنوع أترك طب شو بقي معنات أنت عم بتقولي هو بس بالرعب لازم تصير متدين طب وبالرعب أنت أرغمتني وصرت متدين وبعدين طب والحياة الأبدية والسماء أفقد الحياة الأبدية إلى أبد الآبدين بشان تنشر بسبب مطامعك المادية وحريتك الشخصية تجمع لك شوية نسوان وشوية مال أليس عجبا أحبائي هذا اللي بنشوفه في هذه الأيام وللأسف أنه هذا هو إله المال هو إله مزيف الرب الكتاب بقول أو الرب يسوع قال تحب الرب إلهك من كل قلبك الرب أولا الرب أولا حيث يكون كنزك هناك أيضا يكون قلبك يعني المفروض ترفض مملكوت المسيح بيختلف عن مملكة العالم ترفض الآلهة المزيفة في هذا العالم ترفض الديانات اللي بتجعل الله رسول لإلها الله بيشتغل تحت الناس بيشتغل تحت داعش والمنظمات الإرهابية كيف ممكن أسمح لمنظمات إرهابية تشغل الله عندها بيدوس على الزر وبيعمل لبدوئاته والله ملكم هن الله بيشتغل تحت إدينا أنا عاوز هيك يلا خلاص بجعلها بحولها أمر ديني للأسف يعني شوي يمكن أنا متدايق لكن أحبائي هذا اللي بنشوفه يمكن رسالة صعبة اليوم بس هذا هو الواقع أي قيم بتتبع